رامي يا كريم لو احنا جينا اتكلمنا وعادنا نشيد بالكامباك اللي عملها رامي على نفسه مش هل يدي له حقه لانه حالة النضج والخبرات اللي بقت عنده رامي ربيع وعنده 31 سنة حتى لما كان في افضل حالاته مع منتخب مصر من 10 سنين قبل الاصابات الاصابتين الكبار اللي جوله ما كانش بهذا النضج ليه؟ انا لما بطلب من اي مدافع دلوقتي في الكورة بتاعت الفترة دي لما اطلب من اي مدافع اطلب منه اي قبل قبل ما اتشغل لما بطلب من اي مدافع انه يشتغل بطلب منه ادوار دفاعية وبطلب منه انه يشارك في عملية التدرج بالكورة من التلت الاول او في عملية بناء الهجمة في بدايتها في المرحلة الاولى فانا ما جي اتكلم على رامي انا هتكلم على اعتراض للكورة اطعى للكورات مشاركات ثنائية وانه راجل بيساهم في انه يبقى حل الدور اللي بيجيده جدا الفترة اللي فاتت مع النادي الاهلي وبيجيده مع كابتن حسام حزن لانه تاني الهدفين تالت الهدفين بعد محمد صلاح والتريزيجيه في فترة كابتن حسام حسن هو رامي ربيع بالاضافة اللي مشاركته مش بس في الكرات السابتة بص انا كريم المنتخب كله راجع المنتخب مورتاني نازل تحت بيلعب لوب لوك دفاع مخافض الحل هنا ودقة التمريرة الكرة كان من الكلام على الراجل شايف رامي شايف ودقة التمريرة اللي هتروح دلوقتي محمد الحمدي ماشي ماشي الفريم اللي بعده بص هنا الراجل حطيطة برضو لوله انه كان مسابق بجزء من ثانية محمد الحمدي الراجل رايح انفراب بتمريرة لرامي وهجب لك رامي وهو بيقرارها تاني بعد شوية بيحط واحدة لمحمد صلاح من الخط الاول فبقى حل مهم ورجل الدفاع الاول في منتخب مصر عند الكابتن حسام حسن هو رامي ربيع مش اي العيد تاني مش اي العيد فانت بتتكلم على ان رامي ربيع قدر انه يكتسب بس كابتن سيقر كابتن مش كمدافع قوي في التوقع وفي الالتحامات الرئاسية او الارضة يكمل الفرامي اللي بعد بص دي كرة اللي بعدية من نفس المنطقة فرقة موريتانيا افلام دياء المساحات بص على تحطي فين هتتحطي الصلاح مرة حطيها على الشمال دي يا جونال مرة حطيها على اليمين بمنطقة الدقة واللي اتنين ناجحين يعني التمريرتين الطوليتين اللي تعملوا منتخب مصر بشكل ناجح في الشوط الاول كان اللي عملهم هو رامي ربيع روح لللي بعده على صعيب بقى القدرات الدفاع يا بص هنا قرية الكرة يا كريم ونهم رحل نفسه مدي مسافة بينه من المدافع عشان ما يهاجم عشان ما يلفش به او علشان يدي النفسه مساحة انه يقطع الكرة بمنتهى البساطة بدل ما هتروح انفراد الراجل بمنتهى الهدوء قطع بباص تروح لمنتخب مصر اختر كوه افهم اختر كوه اختر كرة لمنتخب مصر بسبب ان محمد حمدي دايما متعلق يا كريم محمد حمدي دايما متعلق طاير الرامن هو كان بيلعب نحيتي اليمين وبيلعب على يمين خط الدفاع لان هنا الراجل اللي راجع عشان يغطي وراء محمد حمدي ويعمل التخطية العكسية وفي الديها كاما كريم شانسكو بتكلم على حالة التركيز في الديها 87 اختر كرة بص هنا بص هنا كريم الراجل راجع وعامل اعتراض الكرة نموذج برجليه الاتنين رجل اللي تحت مخافضة الرجل اللي فوق اعلى علشان ياخدها بالرجل اللي تحت ياخدها بالرجل اللي فوق الكرة دي لو عادت جول مليون في المية جول الكرة دي لو عادت واختر كرة الانتخب مرتين في البراءة الراجل اللي عامل اللي اعتراض النموذجي ده رامي ربيعة في الديها 87 اللي مفروض حالات التركيز بتقل شوية لان المخزون الزهن بيكون أقل عند اللاعبين رامي ربيعة بيقدم افضل اداءاته الدولية حتى الفترة اشتركوا بالعفاق اشتركوا بالعفاق هاي هاي